اشتركوا في القناة يستعملوا اساليب متطورة وتقنيات يعني عالية باش يسيطروا على الضحية دي لهم اذا الغرض من هادي الفيديو هو اننا نوعيوا الناس باش ما يتعرضوش لمدة هادي المواقف هذو اللي هي والتي اكترت بزايا وخاصة في هاد الظرفية الحالية اللي احنا كنعيشه دابا هالظاهرة كتعرفوها كامل اللي هي الساموي كتعرفو احنا عدنا في المغرب كتسمي هو الساموي معارفش دول اخرى لان هالظاهرة مرتبطة بالشعوة ده ومرتبطة بدك شي كامل يعني النصب والاحتيال عن طريق ما يعرف بالساموي عدنا احنا في المغرب يمكن في دول عربية اخرى تستعمل بطرق مختلفة او بمسميات مختلفة ولكن احنا في المغرب كنسميها الساموي فاللي غادي نتكلم علي هانا دابا ماشي جوش دي الاسخاص هو دابا الموضوع كتعلق حاليا لوقع الاسبوع عادة جوش دي الناس اللي تعرضون هذو النصب الطريقة هذي ولكن اللي مسألة راها تطورت بزاف بزاف ولا النصب على فهمتوا يعني كتر كتر بزاف جميع الموضوع المغربية وانا يعني في هذ الحالة هذو يعني انا كانش هدة لا حالة من هذ الحالة هذو يعني في الحي دي اصلا وحد السيدة تعرضت من هذي النصب هذا وهذي الطريقة الساموي فهنا في هذي الفيديو نتكلم عن ه الجوش دي الناس اللي هما تعرضون نصب مؤخرا لواحد الاخت اللي في الضربة اضافة لما سسموا الاسماء ديالها يعني الطريقة باش غادي ينصب عليها كيفاش غادي يدير جاوا يسوي لها قال لها في نوع فكن قلب لا شي طبيب هي بقى تكتناعت له الطبيب جاوا شي يجوج معه مره وراجل فذك اللحظة اللي كانوا بربعة وقفين بقى هو كي يستعمل لك الأسلوب دياله ذك سيدية مولاية ذك تخربيق دياله ولي كي بقى يقوله سيدة يعني ذك اللي كانت تكتناعت له في نوع الطبيب ذا خط ما عرفت ما تدير يعني جبدات الفلوس وعطاتهم له اعطاته الخاتم اعطاته المقانة اعطاته كل شي سنسلة ما فاقت اوضاء حتى لقاته صفي هزت كل شي ومشى بحاله فالسيدة من بعد صخفات لانه مشى لا رأس المال دياله لانه اددى لالف درهم وددى ل الحاجيات دياله كامل سنتر والخوات والمقانة والحوار وكل شي ومشت له كل شي وصخفاته طاحت وكين السيدة واحد اخرى اللي هذك النصاب اللي غادي ينصب عليها جاوا بقى كي خربق عليها بذك شي دياله ذاك الكلام ديال الشعودة دياله ده با المشكل اللي واقع باش نحطه النقاط على الحروف هاد الناس اللي كيستعملوا هاد طرق ديال النصب علش كيركزوه فقط للعامل على النساء فقط وليس على الرجل لان اغلبية ديالنساء كتآمن بالشعودة وكتآمن بالسادات وكتآمن بالباركة وذك تخربع كامل السيدة الثانية كيفاش غادي ينصب عليها جاوا بقى كي خربق عليها ذاك الكلام تيم ديومان تيم سحوران تيلللان تيهادي جيب لي فلوسك ندير فيهم الباركة مشات السيدة يعني بمحضة ايراداتها البانكة خرجت تلسد المليون اعطتهم له باش يدير فيها الباركة دياله وجمع حب وثمن ومش بحاله يعني مشتلت تلاتات ديال المليون تخيلوا انت ما داما معي واحد كي يجي كي بقى يخربق عليك بذك الكلام دياله ديال هكا سيدي امولا انتي مضيوما انتي مسحورا انتي هادي انتي تابعا انتي نصيك وكي يجي وكي دام محضة ايراداتها كتعطي هذك شي ديالك وكيمشي كي يسيطر عليك وكي يديك فلوسك وكيمشي بحاله يعني كيف يعقل انسان يوصل تنهاد درجة هذي من الغابة تنهاد درجة هذي من السداجة هنا كنفهمو بان النساء الغالبية الصاحقة ديالهم كي امنوا بها التخربق ديال الشعوة ده كي امنوا بها دك مضيوما انتي مسحورا انتي متبوعا انتي تابعينك انتي لوسك ديالك ما عافش انه اختك ديالك ما عافش انه كلام الخاوي ديال العائلات هذي لوسك هذي تخربق كامل تيم ديومان تيمتبوعا فهما كي امنوا دك الكلام ده كي يجي واحد كي يسيطر ليك بطريقة دياله طب بعد الحال الاسلوب ديال السيطرة ديالهم ديالك كيدخلو في كلام ديال الدين فاش كيكون كي سيطر للمرأة كيكون ديالك الكلام دياله كيدخل فيه الدين بزاف الله والرسول الى الله وحمد رسول الله والآية وهنا وتيم ديوما وتيم سحورا حتى المرأة كتغيب هنا كنفهمو بان المجرمين ده با ولو لقاه واحد المساحة يعني بموس يعني زيانة بزاف انك تختشتغل في هاد المجال هذا علاش؟ يعني مجال زوين ما فيه لا ضرب لا جرح لا موس ده بالشفارة غادي يطوروه طرق ديال النص ديالهم او للصريقة ديالهم هلاش غادي يبقى يحمق راسه ويجيب موس ويحياه عليك وينجي الناس يغوتو وانتي طعا يتشفارو لا لا غادي يستعمل طرق فنية غيب الكلام الحلو ويدخلك فيه الدين بقى يقولك انتي مديوما انتي مسحورا انتي هادي وانتي سيطرق للعقل ديالك الدخي تعطاه كل شي يمشي بحاله ما تدربي الحساب تدلقها ومشى وده كل شي اذا طريقة فنية زوينه بزاف وهنا يعني هاد المشعودين او لهاد صحاب الساموي كيتطوروها اكتر كيزيدوا يطوروها اكتر بطرق متميزة بشكون يعني السيطرة للعقول يعني اه واصلة يعني كيتوصل ودائما كما قلنا كيركزوا فقط للنساء عدد كبير من النساء مؤخرا وقديم وحاليا مؤخرا ويكتروا بزاف في هاد العملية ديال النص بطرق فنية فقط على النساء وليس على الرجال اذا شنو خصنا نديروه خصنا نعاوه ونفهموه ونعرفوه بان ذاك الكلام كله غي كلام خاوي ذاك شي كامل اي واحد اللي يدخل وخرج معنا في الهدرة نمشي وحنا نزيدو الطريق ما نهدروش معه واصلا شي واحد يجي سهولك ما توقفش يجاع معه اصلا ما عندك ما تدر به اذا اعطيت فرصة وزدت طولتي معه في الهدرة اذا انت اللي جنيتي على رازك انت اللي قلبتي على الصداع الرازك لان المرأة المحترمة منك يجي عند راجل غريب كذر معها الى تسول كلمة واحدة ونزيد بحالي الى تطول معك الهدرة اعرف القادية فيها ان ومدم قادية فيها ان مدم انت سيدة محترمة اي واكمل الطريق ديالك وصير بحالك اما الى طولتي معه في الهدرة اذا انت يا سيدة بكل احترام انت سيدة ليست محترمة لانك لاش طولتي في الهدرة ما هو واحد غريب ما كتعرفيش الشي اللي وصلك انه انصب عليك وحتلك ودالك كل شي وخلك يعني اه صافي على الدس هاد شي اللي كيوقع ذهبا مؤخرا هاد المشاكل وهاد النصب وهاد الاحتيال وهاد الساموي اللي كيوقع شنو ولد السبب ديالو بما ان النساء هما اللي هم يعني كما كان قوله المصبح فهاد شي اللي كيوقع سبب يعني واحد تفكيك اساري يعني المرة مني كيوقع لاتشي هذا رسل ديالك السوق الخبار كيجي كتدبز معها كيتسبوك كيتطلقو كيبقوا درير في بيناتهم يعني كيتشتس اسرها بسبب واحد غاباء ديالواحد لحظة غاباء ديالواحد لحظة مع واحد غريب ما كتعرفوه ما كتعرفوه كان السبب خراب ديال البيت ديالك بصفة نهائية يعني السبب اللي وصلك حتى الاطلاق فإذا هنا خصنا نوعاوه لأنه مادم أن الجهل باقي مع الشاش فينا خصنا نوعاوه الجهل خصنا نطردوه نطردو ديالك الكلام ديال السحر وما كلا السحر لاشي عوده لاوالو قيل لي قال لك السحر والشعوده خليها سيدي يسحر لي ما عنديش مشكيل ما كيش مشكيل خليه يسحر ما كيناش انتا محد ديك الفكرة شنو كيوقع دب احنا يامني كن نسمعوا واحد الفكرة كمقون دوراه في الراس ديالنا بزاف كن امنوا بيها وخام شي صح لان العقل الباطني شنو هو كدب قد عطيه شي افكار إلا بقيت كتعوده نفس الفكرة كيتيقها وخد كل ما شي صح كيتيقها يعني هنا منك كنت ديج عندك واحد الفكرة مسبقة على ديك الشعودة ودارولي ومسحورة ومضيومة ديج انت يام امنة بواحد حاجة ما كي نجم امنة بيها فهو منك يطاعم ديك الكلام دياله كنت ديجم امنة بيه كتيقي ديال بالصح وكتسلمي راسك اللي هي بصيفة نهائية مكت وعاي ومكتسحي حتى تلقاك كل شي مشاء ودالك كل شي وبقيت على الدص هنا كيمشيك الفلوس كيمشيك رزقك وكترجع لدارك كتبكي كتلقي مع رجل ديالك كيتلقى معك رجلك كيسلخك بالعصاء وكتلقك وكتسالي الحفلة اذا باركو من الغباء وباركو من هاد الجهل هدا اللي ما بغاش يتسالي خاصنا نوعاه وننفيقه ونعيقه ونعرفه يعني كشنو كنديرو فين غادين اشنو خاصنا غادين ندر واحد حاجة نديرها ما عندي مندر بالبران يسولني ما عندي مندر بزيف ديال الحواج لان في هاد الزمن هادا غيبقى غاديوك يتطور اكتر واكتر لانه هو احسن طريقة للطريقة ايه هدي افضل بك كتير من الطريقة اللي اللي كما قلنا غاديش بدلك موس وليحية لك ديكش ما غادش يبقى غادي بقى يبقى يبقى طرق فنية اذا خرجوا الدماغ ديالكم ديك هاديك لوسك درت لك ولا هاديك عجوز درت لك ولا تخربها كامل ولا تهم ديوم ولا تهم تبوعها خرجوا العقل ديالكم ديكش كامل عيشوا حياتكم نورمال عيشوا حياتكم تيقوا في راسكم وامنوا بذيكش اللي كتديروا ودخلوا سوق راسكم باش تحميوا راسكم اما يبقى تغادين عم تدرمين فاللي جا غا يضحك عليكم طبعا هذا الحال وانتما في اخر المعطة فانتما الخاسرين ودائما كما قلنا الضحية دائما كتكون امرأة وهذا الشي هذا راح قديم ودابرة كتتطور اكثر فاكثر وما غادش يتسالى كانت منى ان المساج ديالي يكونوا صل وتوعاو وتفيقوا وتعيقوا وتخرجوا من هاد الهد القلبة اللي انتما فيها كانت منى الرسالة ديالي تكون صلات ولا وصلات بارتاجيها باش يوصل الفيديو عدد كبير ديالناس باش ميتعرضوش ان شاء الله للنص بهتر طرق هذه اللي هي طرق صراحتان مخزية مع الاسف الشديد تحية لكل محبين القناة كريم كسري شكرا على المشاهدة واحتى الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته